طاهر محمد طاهر وغيابه النهاردة أثر برضو على شكل فريق خاصة النهاردة برس تولع مكان طاهر النهاردة بكان بدون فاعلية يعني عايزين نوضح نقطة انك انت لما تجيب لعيب بقاله فترة ما بلعبش وتتوسم انه هو حيدي لك ربضا الحاجة فطبعا ده مش حيحصل ليه لانه في حاجة اسمها اكتمال اللياقة في حاجة اسمها الفورما ريضي كل ما اللعيب بتركن برا كل ما بيبعد كتير عن الفورما بتاعته لما تيجي ترجعه تاني بيأخذ وقت عشان يوصل لهذه الفورما او يوصل لمستواء الذي كان وبالتالي فانت عندك لعيبة كتيرة بتخش التشكيل بعد فترة يعني زي اسليم مثلا بقاله فترة بعيد زي تاو داخل التشكيل النهاردة وهو بقاله فترة بالعبش اساسي فعملية الدفع باللعبين واستمراريتهم والتدوير بطريقة فيها توازن فيها عدالة فيها بعض نظر بيوصل بالفريق انك انت في اي وقت بتحتاج لاعب بتلاقيه جاهز لكن انت بتحتاج تاوه ومش جاهز دلوقتي مش جاهز سليم مش جاهز رغم ان هو الراجل يعني اجاب فكرتين تلاتة الا قدام نعم حول العشرين ده كان مميز فيهم كان مميز جدا يعني طب ليه ما يبدأش قبل كده ليه ما كانش بيبدأ ليه ما كانش بياخد مش عارفين ايه الجواب لكن يعني لابد ان نتفق انه الاهلي تفوق عندما انهار فريق البنك الاهلي بنك الاهلي انهار من دقيقة ستين ما عادش فيه بنك اهلي موجود في الملعب بيعتمد على مرتدات ومحاولات عشوائية كان ممكن نادي الاهلي يستغل لهذا الهبوط اللياخي بالنسبة لفريق البنك الاهلي وانه هو يسجل اكتر من هدف ولكن زي ما قلت العشوائية في التعامل مع الفرص بطريقة خاطئة التصرع يعني فيه كرة اللي جيت لكهرباء استلمها وعايز يلف يلعبها بطريقة صعبة جدا المفروض انه هو يعني يحضن على الكرة ياخد وضع جسمه صح وبعدين يقرر يشوت باي جزء من القدم مش مدرد انه محاوله خلاص زهر أو يصلح يصلح لكن قرارات عشوائية يعني كهرباء انا ما اقدرش اقولك كهرباء يعني يتحمى الجزء لانه هو ما زال بعيد عن الفرمة انت لما تيجي تحسب كهرباء لعب قد ايه السنة دي تلات مباريات اللي ورا بعض تكلم على الاتحاد استاذة بجانو دي المباراة تلت دقايق هل تكفي للوصول للفرمة لا ما توصلش وبالتالي فاحنا عندنا فعلا مشكلة صعبة سليم اثرت على الفريق كتير برأس الحربة اللي عندنا غسام اثرت كتير نتمنى انه هو يعود بسرعة للصفوف الفريق ونتمنى انه ان شاء الله في الفترة اللي جاية نشوف اضافة في هذا المركز